ابتدأ العام الدراسي وذهبتي للجامعة وكانت المفاجأة أنني دخلت القاعة ورأيت الدكتور قرابة ثلاث ساعات يتكلم ويتحدث باللغة الإنجليزية ثم تفاجأت أني عندي ماتتين ثانية باللغة الإنجليزية وكنت وقتها لا أتقن اللغة الإنجليزية حتى أتذكر أنني خرجت من إحدى القاعات واتصلت بزميل لي كان جيد في اللغة الإنجليزية فسألته وش معنى إكزام وش معنى كوز كانت هذه المصطلحات غريبة علي ولكنت أعرفها وأشوف الدكتور يكررها أكثر من مرة فكنت في حيرة من أمري وضاقت بي الدنيا بما رحبت وكنت أتوقع أنني سأفشل في الحياة الجامعية انتهى الفصل الدراسي وخرجت النتائج ونبضات القلب تزيد خوفا من النتائج والمفاجأة كانت أنني فتحت الموقع حتى أشوف كم أخذت في جميع الدرجات فتفاجأت أنني في إحدى المواد راسب فيها كانت المفاجأة هنا صدمة ولم أدري حقيقة وقتها ماذا أفعل خالد الذي حصل على نسبة تسعين فأكثر في الثانوية هل يحمل مادة ويرسب في مادة في الجامعة كان ذلك الكلام الذي يخاطرني وكانت تلك الأفكار التي تأتيني بين الفينة والأخرى كانت حقيقة تصيبني بالكآبة وبالألم النفسي والقسوة ولكن اكتملت القسوة حينما أخبرت والدي الله يحفظ يا رب ويطول بعمرة ثم قال لي أنت خالد ترسب في الجامعة كانت تلك الصدمة أكثر قسوة وأكثر ألما من الصدمات التي كنت أنا بمفردي أمام جهازي الكمبيوتر كان والدي يقول كيف خالد تحمل تلك المادة وأنت الذي حصلت على نسبة تسعين بالمئة في الثانوية وكنت ممتاز وكان يقول لي أنا أنظر إليك بعين ليست بالعين التي أراها في إخوتك فأنت المتميز منهم كانت حقيقة تلك الكلمات قاسية عليه وألمها شديد ولا أخفيكم أنني وقتها بكيت ألما وحسرة أنني لم أرفع رأس والدي ده ذلك الموقف وقلت لوالدي بإذن الله أنني سأشد حيلي الفصل الثاني وسأنجح وهذه المادة بناخذها إن شاء الله بالصيف وبتعدي أمورها فكأنه طاب خاطرها شوي بدأ الفصل الثاني وكانت تلك المفاجأة كذلك للمرة الثانية تلاحقني اللغة الإنجليزية معي في مادتين غير مادة اللغة الإنجليزية شدين حانة ولكن تفاجأت بنهاية الفصل الدراسة الثاني وحينما دخلت على الموقع وكانت تلك المفاجأة افتحت الموقع وكانت النبضات كما كانت بالفصل الأول ولكن قلت بإذن الله هالمرة بتكون البشارة طيبة ولكني تفاجأت أنني حملت المادة الثانية حقيقة يعني كانت هذه الصدمة قوية ووقتها يعني ما أدري أيش أقول للوالد للمرة الثانية وقد وعدت الفصل الأول بأني بإذن الله هذا الفصل ستكون درجاتي كاملة صمت وسكت ولم أدري ما يعني أيش أتكلم مع الوالد ولكن لم أخبره يعني ما أكلمت وقلت تراني حملت مادة للمرة الثانية وخلال فصل الدراسة الثانية فقال لي بشترك خالد كيف المواد قلت لها بشترك الأمور طيبة والأمور إن شاء الله أمورها تمام ومعت بقلها المادة وإن شاء الله نخلص منها جميع أصدقائي الذين كانوا معي والزمل الذين كانوا معي بعد السنة الأولى التحضيرية من الجامعة تم تخصيصهم وكان حقيقة هذا السؤال اللي يتراود عليه من فترة لفترة إيش تخصص إيش تخصص إيش تخصص كان مؤلم شوي لي لإني كنت حامل مادة أو مادتين بالأصح لكن مادة الثانية أخفيتها عن الوالد وعن الأهل كذلك ابتدى الفصل الصيفي وأخدت هالمادتين لأن قبل ما يبدأ الفصل الثاني أو الفصل الصيفي عفوا قابلت أحد الزملاء قال لي خاد بشر قلت والله للأسف وكان قريب مني هذا الصديق قلت للأسف أنني حملت مادة لفصل الدراسة الثانية قال لي للمرة الثانية أنا لا أنصحك بأنك تكمل في الجامعة وعليك الآن أنك تأخذ ملفك وتسحم ملفك وتنتقل إلى جامعة ثانية هذه بداية لا تبشر بخير وهذه البداية ليست بجيدة لك يا خالد وأنت اللي كان لك طموح وأنت اللي كنت شغوف بالعلم وبالمعرفة وأنك تكون في جامعة ملك السعود أنا أنصحك أنك تخرج منها ومعدلك سوف يتأثر في بقية سنواتك حقيقة أن وقتها تلك الفكرة جاءت في بالي وقلبت هيمين ويسار واستشرت أخوي قال لي لا أنصحك أنك تكمل وتشد حيلك في السنوات القادمة وإن شاء الله أنك ترفع المعدل ولا زلت في سريري الأبيض الذي هو كان المأوالي الوحيد بعد تلك الأفكار والخواطر والآلام والقسوة والشدة نوع من الإحباط نوع من اليأس كيف أخذ وصلت لها المرحلة ترسل في ماتتين مش معقولة يعني ولكن لم أخذ بنصيحة صديقي وهذا فضل من الله محظ الحمد لله ثم دخلت في الفصل الصيفي ونزلت هالماتتين ودرستها ولله الحمد عديتها في الفصل الصيفي وتم تخصيصي كان معدلي لم يصل حتى إلى 2.5 وإنما كان 2.49 ولكني بعد أن دخلت الجامعة وشديت حيلي خلال الثالث السنوات ولله الحمد تخرجت من الجامعة بمعدل فوق الأربعة وهذا فضل من الله عز وجل والآن أنا على نهاية مشارف الماجسير بكلية التربية كذلك بجامعة ملك سعود لم تكن تلك الماتتين عائقا لي وكذلك إلى الآن والدي لم يدري بأنني حملت مادة ثانية خلال الفصل الدراسي الثاني شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة